السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقصر عليكم اليوم بسبوسة رائعة جميلة بحكم المكونات بسبوسة بجوز ولكن المكونات سأعطي طعم المميز في حل المحلة الشرقية وكتشف فيها بطعم دسمة بسبوسة تشفر بسبوسة وكتشف بسمنة مثل الزبدة اضافات وكتشفتها رائعة وفي نفس الوقت لا تشفر بسبوسة المهم بسبوسة هائلة لعشاق جوز الهند نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسول الله نضع قبيصة الملح وكيس سكر فانيلا تقريبا ثلاثة الأربعة لكاس وفي حقيقة حب تقليل تقليل احتى نص عندي زوج بيضات بالنسبة لكاس لكاس يهز 240 مليلتر يعني يعادل كوب المعياري العالمي اللي بغي يعبر بالكاس الصغير للعنبة ممكن يعني يعني نقصوه انا كنت نقصوه بيضا هنا خفقنا ديك العناصر مزيان حتى كتولي الخالط كيخلي الخالط بيض غادي نبدأ هنا ننضيف عندي زوج العلب ديال اليوغورت او الزبادي او الاروب ديال بنكهة جوز الهند هادا هادا يلا لقيتوه يعني راه رائع بزافة كيخلي نكهة جوز الهند فهاد البسبوسة قوية بزاف يعني كتكون عاطية بزاف كتر من الحد يعني كتر من لو عملتوه غير جوز الهند هنا نفس الكاس هادا نعبر نصف كاس ديال الزيت بالنسبة للعلب اللي خدمت بها ديال زبادي او ديال اليوغورت فالوزن ديال كل واحدة مية وعشرة جرام إلا ما متوفرش هادا بنكهة جوز الهند فتقدروا تعمله العادي هنا الاضافة اللي غادت زيد واحدة طعم رائع هي داك نصف كاس ديال الحليب غبرة الحليب بضرافة وجميل جدا من بعد كنضيف كاس ديال السميد وكاس ديال الدقيق او اللي الطحين وغنضيف 2 كيس ديال بيكين باودر او الخميرة الكيموية كل كيس فيه 8 جرام يعني المجموع 16 جرام فانا ضفت نصف كاس دنيدو كاس ديال السميدة كاس ديال الطحين وثنين كيس ديال الخميرة الكيموية او اللي بيكين باودر كاس ديال داك نفت نقره قانت كيس ديال دايال متشرب وهنا فهد الاتناء داك نصف كوك وضحك كيسد قانتك 2 كيس ديال قانتك اخر اضافة هي واحد يصف كاس ديال كوك او لاتجوز لهند 30 سنتين مدهون بالزبدة تفرغوه ضغيه ويتقاد فهد الأثناء نكون عاملين الفرن كيسخن ندخلتها طابت على 170-180 درجة لمدة 25 دقيقة فتحوا عليها من التحت وفي العشرة الدقيقة أو خمسة دقيقة فتحوا الفرن من الفوق كي تحمرها قليلا سنقطعها كي نضيف الشراب أو السيرو تشربوا جيدا قلب رقيقة قليلا ممكن ولكن أنا كنقول أن 30 سنتين كي يجي مناسب بزاف ما كديش عالية بزاف وما كديش تاني رقيقة كنكمل هنا تقطع كما كتلاحظوا وهنا عندي الشراب اللي حضرته قبل قبل ما نبدأ نصوب في البسبوسة عملت كاس ديال السكر مقابل كاس ديال الماء وخليته فوق النار يعني بشوية كي يقولي هكذا تقيل واحد شوية ماشي تقيل تماما ولكن تقيل يعني ماشي غير سيرو خفيف وكن نسمو بذكار بيع ديال الليمون الحامض هنا بالنسبة للسيرو فرهو بارد يعني الشربات أو القطرة بارد والبسبوسة صحونة هدي مضافره بشوية وغدي نخلي ذاك البسبوسة هكذا منزلة بهغ community البسبوسة 15 حسب الضوق بالنسبةc انا يعني غبرتها بكس شوية من كوك اضفت حتى الفستق والمقس التزيين دائما كس يجب أن تبرد لا تبرد يجب أن تبرد يجب أن تستمتع بطعمها نكهة جوز الهند يجب أن تضيف الكوك يجب أن تقوم بطعمها نكهة جوز الهند يجب أن تضيف الكوك تضيف الكوك يجب أن تضيف الكوك يجب أن تستمتع بطعمها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر